انت ملعبتش دورك لما كنت على رأس المديرية البشرية مديرية الموارد البشرية في وزارة الدفاع الوطني هناك مئات الالاف من المعطوبي المأساة الوطنية يحملونك المسؤولية الكاملة في صناعة مأساة الجزائريين انت خرجت يعني في سن ستين سنة من المؤسسة العسكرية في حين هناك ناس خرجوا في سن اثنين واربعين سنة انت استفدت من امتيازات كثيرة في المؤسسة العسكرية بينما صنعت مأساة مئات الناس الى حد الان يخرجون الى الشارع بمأساة كنت صنعتها ماذا تقول لهم اقول لك لك انتا مش لمهمة اقول لك ان كان ذلك صحيح اذكرك باني عندي ثلاث سنين ونص من اللي خرجت وثلاث سنين ونص كافية هم حر من ثلاث سنين ونص وهم يظهروا في الشارع لو كان جاء العمر يتعلق بي ثلاث سنين ونص كانت كافية للقيادة الحالية انت مدير موارد البشرية التصلح ما فعلته هو انا يعني اذا كان الامر يتعلق بي انا عندي ثلاث سنين ونص من اللي خرجت نحن حدت عليك انتا فللقيادة كان لها سعليل غديري هذا تنص الواضح من المسئولية سعليل غديري انت الناس يقولون لك انت من صنعت مأساتنا انا كنت تتحدث هذا السؤال تحم موش سؤال يعني عبالي يقولون لك انك صنعت مأساتنا بكل ما تستطيع ودليل تحب يقول لك لماذا انت استفدت من يعني ما صار طويل في الجيش وخرجت على ستين سنة في حين ما عوضتوا المعطوبين ما خليتوا بعض الإطارات تعلجيش تخرج يعني لما وصلوا الى مستوى عمري معين يعني يكونوا في قمة العطاء خرجتهم كالناس عقداء خرجوا على سبعة وربعين سنة على ثنين وخمسين سنة لماذا هذا وانت المتسبب الاول في ذلك لماذا تحمل الآن المسئولية لقيادتك شوف هذي نخرج الضباط ولا نخرج صف الضباط هذا ليس من صلاحيتي انا امضي لهم هذا قرار القيادة وهذا مش تملص مني من الاجابة هذه صلاحيتي ما تشوش اليوم مزدقيتك مضروبة امامها ولا مئة الالف لأنهم كلهم يحملون بطاقة انتخاب خليني يكمل لك فضل كقضية خروج الضباط الصغار بالعكس أنا القانون اللي كنت شرفت عليه هو قانون الوظيف العسكري كنت دائر قانون الجنرال ماجور استيسناء جنرال دكور دارمي 24 سنة جنرال 56 سنة وحب ذا لو تبقوه لكانوا الشيوخ خرجوا وشبيبه بقيت هل حقيقة هل حقيقة هل حقيقة هل حقيقة